مرسلين نقدم لكم الحالة الوبائية الخاصة بمرض كوفيد-19 المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المسجلة ببلادنا ما بين الساعة السادسة لمساء اليوم للمساء الأمس والساعة السادسة لمساء اليوم والتي تميزت بالنقاط التالية أولاً فيما يخص الحالات التي تم تأكيدها مخبرياً خلالها 24 ساعة كانت 71 حالة ليرتفع مجموعة الحالات الإجمالية المسجلة منذ بداية هذه الأزمة العالمية العدد الحالات المسجلة ببلادنا هو 534 حالة مؤكدة مخبرياً يبقى التوزيع الجغرافي لهذه الحالات بدون تغيير حيث أن جهة الضر البيضاء السادسة تبقى هي الجهة التي سجلت أكبر عدد من الحالات بـ 159 حالة تاليها جهات فاسم كناس ومراكش آسفي وريباط سلا القنيطرة وتبقى جهتين العيون الساقية الحمراء والدهب الضخلة والدهب لم تسجل أي حالة فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء فتم تسجيل حالة إضافية شفيت تماماً وتم تأكيد ذلك بواسطة التحليلين المخبريين ويرتفع العدد الإجمالي للحالات المعافاة نهائياً إلى 14 الحالة تالتاً فيما يخص الوفيات تم خلال هذا 24 ساعة ومع الأسف تسجيل سبع حالات ووفيات أخرى ليصل العدد الإجمالي إلى 33 حالة وسنعود في الأخير للتعقيب على هذه المعطيات بالنسبة إلى الحالات المسجلة وإلى الوطيرة المتزايدة لتسجيل حالة يجب التذكير بأنه وكان كما كان متوقعاً في المرحلة الثانية من تصديل الوباء ببلادنا فإنه سيكون هذا الارتفاع وهو أمر كان متوقعاً وطبيعياً على غرار باقي دول العالم التي تواجه هذا الوباء حيث أن هذه المرحلة تتميز بظهور مجموعة من البؤر الوبائية في الوسط العائلي خاصة ولكن ظهرت هناك أيضاً بؤر وبائية أخرى مرتبطة سواء بحفلات أو بمناسبات عزاء أو برحلات سياحية كما كان عليه الحال في كل من المكناس والضر البضاء وبما أننا في المرحلة الثانية والتي تقتضي حسب أهداف المخطط الوطني أن يتم الكشف بسرعة عن الحالات واحتوائها من أجل تفادي تفشي الفيروس فإنه يكون لزاماً أن يتم إحصاء المخالطين وتتبعهم صحياً بل مرنا إلى مرحلة أخرى وهي الكشف الفيروسي بوسطات التحالي المخبرية عند المخالطين وهو ما قمنا به في المخالطين للمشاركين في رحلة سياحية إلى إحدى الدول العربية وكذلك إلى المشاركين في إحدى الحفلات الكبرى بمدينة الضر البضاء حيث أن هذا الكشف أبان عن 47 حالة بالنسبة لرحلة السياحية و45 حالة بالنسبة للحفلة المذكور فيما يخص الحالات ديال الوفيات فتوصلنا بعض الأسئلة من بعض الزملاء الصحفيين وبالأجل التفاعل مع هذه الأسئلة فإننا نود أن نشير إلى مائل أولاً هذه النسبة للوفيات في بلدنا تبقى في حدود 6% فإذا لاحظنا في بعض الدول الأوروبية مجاورة والتي لا نمعها علاقات واتصالات وطيضة فإننا نجد أنها هو نفس المعدل تقريباً إن لم يكن أكثر شيئاً ما في بعض الدول الأخرى وهذا راجع بالأساس إلى أنها بنسبة للستفاصيل الجوج في المئة بالضبط هي أنها تفسر أولاً بالشفافية في التعاطي مع الأرقام فنحن نصرح بالأرقام كما هي وتانياً لأن هذه الوفيات مع الأسف تكون دائماً لدى أشخاص لديهم أكثر عرضة لعوامل الاختطار سواء لارتفاع السن أو لوجود أمراض مزمنة كالربو أو السكري أو أمراض القلب الشرايين أو هذه العوامل كلها فإذا رجعنا إلى عامل السن وقمنا بمقارنة بين متوسط العمر لدى الهالكين نجد أن هذا المعدل هو 66 سنة وهذا المعدل يعني كان هناك أشخاص قلة عندهم أقل من هذا العمر ولكن أكثرية عندهم في هذا العمر تقريباً أو ما أكثر في حين أننا نجد معدل العمر بالنسبة لباطي الحالات هو 52 سنة فإذاً هذا العامل ديال السن هو عامل عنده نسبة دياله في تحديد احتمال وقوع الوفاة بالنسبة إلى العوامل المرضية المرتبطة بعوامل الاختطار فإننا نجده بأن 82% من الأشخاص المتوفين كانت عندهم أمراض مزمنة أخرى يجب الإشارة إلى أنه إذا كان الحالة الصحية عند بداية التكفل بالمرضى هي في 84% حالة بسيطة وأن 16% من الحالات لدى بداية التكفل هما التي تكون عندهم حالة صحية إما جد متقدمة أو حارجة فإننا بالنسبة للأشخاص الذين توفوا مع الأسف فتكون الحالة الصحية عند بداية التكفل تكون جد حارجة في أكثر من 85% إذن تبقى الإشارة دائما في إطار التفاعل مع الأسئلة التي وردت علينا بالنسبة للتحليلات المخبارية فيجب أن نشير إلى أننا وتماشيا دائما مع الخطة الوطنية التي وضعناها أنه في المرحلة الثانية يبقى دائما التحليل له هدفين ومن أجل جوجية التحديات الأول هو أنه الاكتشاف المبكر للحالات واحتواء الفيروس من أجل تفادي الانتشار فالاكتشاف المبكر لا يعني الكشف عند عموم المواطنين فإذن الاكتشاف المبكر عند أشخاص عندهم معايير وضعناها من أجل الاكتشاف المبكر من أجل تكفل بهم لازمنا في إطار تكفل في مراكز الاستشفائية من أجل أن نضمن بأنه الفيروس لن يتفشى وإذن نحن سائرون في تنفيذ الخطة الوطنية كما كان معدل لها والسلام عليكم ورحمة الله